السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي سؤالنا الأول هل يصلح لمريض السكري؟ بالتأكيد 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 إله طبعا أثر كبير في معالجة مقاومة الإنسولين وتخفيض مستوى السكر في الدم ويساعد في الحفاظ على الوزن والتخصيص يعني اللي بده يخس يأكل بتنجان بس بالطريقة اللي راح أقوله إياها إن شاء الله يقلل أيضا من الدهون الثلاثية الكوليسترول يحمي من تصلب الشرايين وبالتالي يحافظ على مستوى ضغط الدم ما برفعه على العكس بنزله وممتاز جدا للي عنده ارتفاع في ضغط الدم وبالتالي يعزز صحة القلب لما تكون الشرايين نظيفة وما فيها مشاكل صحة القلب إن شاء الله تتحسن وبيحمينا يساعد في الحماية من النوابات القلبية وطبعا مساعد جدا للجهاز الهضمي ويحل مشكلة الإمساك اللي بيأكل بوثنجان بشكل مستمر ما راح يلاقي عنده مشكلة الإمساك ويقلل من خطر الإصابة بالسلطان هل له أضرار نعم أضرار كبيرة جدا إذا استخدمناه بالطريقة الخطأ وهذه هي الطريقة الخطأ نقليه بالزيوت المهدرجة هاي مشكلة ضيعنا كل فوائده هذا أولا وحطينا في جسمنا أمور نحن في غنى عنها ورح ترفعنا السكر وتجيبنا الدهور الثلاثية والسلطانات وكل الأمور هاي الزيوت المهدرجة نبعد عنها وما نستخدم البتنجان مقلي نهائيا هذا أهم شيء مع أنه لذيذ جدا يعني أنا كنت أكله كثير مقلي أحبه كثير البتنجان المقلي لكن بسببنا مشاكل مش بسبب البتنجان بسبب الزيوت المهدرجة اللي بنقليها فيه فالأفضل عدم قال له أو نقليه بمعلقتين سمن في المقلة اللي ما بتحتاج السمن وزيت كثير يعني تشويح على السريع وفيه ناس بتحط عليه الدقيق قبل ما تقليه قال إيش قال يخفف شرب الزيت طب ها ما مشكلة خففنا شوية شرب الزيت وحطينا دقيق الأبيض هذا مشكلة فما بلزمناش نبعد عنه مقلي هيك بصير ضرر وأكثر اللي عنده حصوات كلا يخفف من أكله ما يأكلش منه كثير يعني اللي عنده حساسية من أي نوع من أي شكل من الأشكال للبتنجان ما يأكل منه يعني إذا بتاكله بشير عندك مثلا الشفاء حمراء مثلا ألم في السنان ألم في سقف الحلق حكة في الجلد تحسس هذا نبعد عنه فما نأكل منه ما بلزمنا وأيضا ندير بأنه لأنه البتنجان العناكب هاي والدودة البيضة بتحبه كثير فبيستخدمونه مبيدات حشرية وبالتالي راح تنصى بالثمرة يعني راح يجيها للمبيدات فيرجى غسلها كويس وما يعني غسلها جيدا وما نأكلها هيك عسرية أفضل طريقة لتناول البتنجان هو تناوله ني ني إذا بدنا نتخلص من السمنة بسرعة وإذا بدنا نتخلص من الكوليسترول والدهون الثلاثية اللي موجودة في الجسم وكل هاي الأمور بسرعة ناكله ني عمي الله يمسيه بالخير ويطول عمره بيقول لي أنا كنت لما أجوع وأنا في المزرعة ما كنش غير البتنجان ني أقطع من الشجر أوكل طعمه لذيذ مغذي مشبع وبساعد على طرد الدهون من الجسم ممكن ناكله مكدوس نحن بنسميه مكدوس وما بعرفش اسمه بالدول الأخرى هذا بتنجان أعتقد مغلي وبعدين محشي بالمكسرات ومحشي بأمور ثانية وبعدين مكبوس بزيت الزيتون بنطلعه هذا وبنأكل منه بيكون طعمه حامب ولذيذ جدا البتنجان طبعا حبيبي يعني أنا بحب كل أكلات البتنجان بإمكانك تعمليه أو تعمليه أو تعمليه بالفرن وطعمه طبعا برضه لذيذ جدا ممكن نعمله متبل ويا سلام لما نعمله متبل ونحط عليه شوية سمسم زيادة نكثر الثوم الليمون شوية طحينة أو حتى شوية لبر رايب ونعمله ناكله أنا بأكله بالمعلقة أو بغمسه بالخس ممتاز جدا جدا وطعمه رائع ممكن نعمله مفركة بذنجان شوية لحمة مفرومة مع الكثير من البذنجان ونطبخه بكمية قليلة من السمن وننتظر عليه حتى يستوي ممكن نعمله برضه مشه بالفرن محشي لحمة المقتدر يجيب لحمة يحشي لحمة وخضار ويحطه بالفرن ويعمله بهاي الشكل بهاي الطريقة صنية ممتاز ورائع جدا ومفيد وطعمه لذيذ أو بنعمله بالطريقة المعروفة يعني زي ما نحشي الكوسة لكن لا نحشي كله رز ونحط فيه رز ومش عارفه إيش لا نكثر الخضار بشكل أكثر وإذا بدنا نستخدم بديل الرز نستخدم البرغل هو أفضل شيء كبديل وما نكثر منه يعني لو حطينا خمسين غرام أو مئة غرام من البرغل وخلطناهم بالخضار والأمور الثانية وحشيناه مع اللحمة كمان وممكن نحشي كمان بلحم الدجاج ما في مشكلة ممكن أنا مرات بحشي كبدة يعني بجيب الكبدة وبنحط عليه شوية جبنة وبنحطهم بالفرون لغاية ما يستووا وطبعا اللي بده يعرف شو الأفضل الأجبان موجودة في فيديو منتجات الحليب والسكري وعندي نصيحة إخواني وأخواتي نصيحة لا تضيع صحتك أو حل مشكلتك لسبب خمس دقائق أو عشر دقائق أو حتى ساعة أو ساعتين ما بينفع أي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه أو قناة أخرى شاهد الفيديو تعلم واخذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك أو مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحة أخرى احمي نفسك وأبنائك وعائلتك وابدأ الآن ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكورة في معظم الفيديوهات اللي موجودة في القناة معظمها يعني بقول تسعين في المئة منها موجودة هاي الممنوعات يا تسعين يا ثمانين في المئة ولا تتناول إلا طعام حقيقي واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليه ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتوكله أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحدث سكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي واللي بيزهقوا من صوتي أعطيتكم الخلاصة أما إذا حابت تعرف شو رح تستفيد وشو رح تتعلم في هذه القناة فتابع وشاهد وإن شاء الله ستجد الإجابة أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أن ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شرح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code The Bates Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لستيغ من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته